مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله حنعمل طريقة سكنز الشوفان. طريقة كتير بسيطة وسهلة كتير. يلا اروع الواسط. 2 كوب شوفان 200 جرام. نطحنهم ناعم. ممكن احنا نشتري جاهز دقيق الشوفان. ماء دافئ بحرارة الجسم. واحد كوب ونص. 370 جرام. معلقة كبيرة خميرة عشرة جرام. حركهم جيد. نصف معلقة صغيرة ملح. او حسب الزوغ. جبنة اي نوع متوفرها جبنة حسب زوغكم. خمسين جرام نصف كوب. والزيتون مفروم ممكن اضافة اي نوع من الخضروات مفرومة نعمة. هذا حسب زوغكم. ونضيف اثنين كوب الشوفان. ساوضع جميع المكونات على الشاشة اذا كنتم بحاجة الى التقاط صورة للمكونات. نحرك المكونات جيد حتى تنسجم مع بعض. بنسكوب اي قالب متوفر عننا. المهم يكون له حواف. اذا مش متوفر ممكن استخدم ورق الكيكة. او ممكن كوب مثل هيك. اي اشي متوفر عنا. ولكن القالب تبع الكيكة. هذا افضل. ها مش ندهنه زيت. او اي نوع دهون. بنسكوب. اصبحت جاهزة. نمسح الصونية. وبنغطيها اي شي متوفر عنا. نتركها حتى يضاعف حجمها. نص ساعة ساعة. المهم الضاعف الحجم. بنسكوب ايضا بالكوب. حسب حرارة المنزل هو حجمها بالضاعف. ممكن اتضاعف ربع ساعة نوصل ساعة او ساعة. وهذه هي المكونات از انتو بدكم تاخدوا صورة عنها. هيك بعد ما اتضاعف حجمها بنقوم بتشغيل الفرن من الاعلى والاسفل مسبقا. متين وعشرين درجة مقوية. بنوضحها بالرف الاسفل. لمدة خمسة وعشرين دقيقة او حسب نوع الفرن لازم انتو اتركبوها. هيك اصبحت جاهزة. تتركها حتى تبرد تماما. وهذا الكوب. هي سلسة عسخنة شوية ولكن افرجيكم اياها على سريع احيان تصوير. لكن انتو تتركوها تبرد بكون افضل. شوفوا كيف راوعها. اتمنى ان انتو تجربوها. طريقة كتير بسيطة وروعة. افرجيكم كيف شكلها من الداخل. شوفوا كيف. كتير راعة. ومميزة والطعم راعة. في امان الله.